ومن خلال التليفون نهاني كابتن محمود الوزير المدرب العام لفريق الطيرة في سيدات النادي الاهلي كابتن صباح الفل على حضرتك ومليوم مبروك واهلا بك معنا في عشر الصبح في الاهلي صباح الخير كابتن كريم صباح الخير مهوند صباح الانتصار صباح الاهلي صباح الفل على حضرتك فاديم طبعا فوز مهم جدا واكيد ليه يعني اهمية كبيرة في بداية الموسم واكيد برضو هيبقى له انعكاساته على روح الفريق الفترة اللي جاي ان شاء الله فرؤيتك اللي انعكاسات هذا الفوز حتتمثل في صورة ايه الفترة الجاية ان شاء الله اولا ممكن نتكلم قبل الفوز لان فيه مهم اخر لقطة للنادي الاهلي ونادي الزمالك السنة اللي فاتت كان فوز نادي الزمالك فاللقطة ديه حاجز نفسي عند الولاد ان اخر حاجة ليهم كانت خسارة واخر حاجة للزمالك فوز انت عشان تخرج من الموضوع ده وتدخل في الماتش النهاردة اللي هو بتاع المبارح يعني اللي احنا لابنا ايه كان محتاج معالجة نفسية اكتر منها معالجة بدنية معالجة محرية والكلام دا كله احنا قدرنا نعلي مستوى الفرق فنيا وده اللي قدرنا نعمله ولكن الحاجز النفسي ده كان لازم يحصل في الماتش بتاع المبارح ده ان احنا نكسب الزمالك فبالتالي نرجع نفس الطاقة لللاعبات انها قادرة على الفوز مش لأ وده كانت البداية وعشان ده اول ماتش في الموسم وماتش يعني يعتبر في نص الدوري ونص الكاس يعني برضو مش الفرق متبقاش لسه جهزة قوي للماتشات النهائية فده ماتش في النص الوضع مختلف تجهيزه مهاريا وبدنيا محتاج شغل كتير لان لازم انا اغير في الاحمال بتاعك عشان نلعب الماتش دوت فكان برضو ده نوع من انواع التوتر اللي موجود عند اللاعبات ان فيه تغيير كتير بيحصلوا وده مش بسببنا بسبب ان الماتش في وقت محتاج فيه ان انت تحقق الحكيم ان انت ترفع روح المعنويات الفرقة نمرة اتنين ترفعهم بدنيا ومهاريا طيب يا كابتن محمود يعني مبارح للتابع المباراة كل اللاعبات حقيقة تقلقوا بس كان في حالة خاصة زي ما كنت بتكلم عن تتيانا لها المحترفة الجديدة يعني شفت ده ازاي وفكرة برضو ان هي دخلت على طول والروح على طول بتاعت النادي الاهلي تحس ان هي بنت النادي الاهلي فعلا برضو خلينا نعرف من حضرتك وفكرة هنا بصراحة لازم نقول اختيارنا الموفق للسفقات بتاعتنا تفضل يا كابتن والله الحمد لله يعني احنا وجود تانية معنا من فترة فبالتالي دخلت مع الفرقة يعني هي بدأ معنا من شهر 8 على ما ظن أو 9 بدأ معنا من فترة طويلة دخلت جوة اللعيبة بقت صحبتهم بيخرجوا مع بعض بقودوا مع بعض كأنهم نفس الفرقة فدي ميزة الموجودة اللي فيها هي في السوشيال بصراحة عالية جدا بتعرف ازاي برضو تتأقلق مع المكان اللي هي موجودة فيها محترفة كبيرة فهمة خبرات كبيرة سفرت كتير لعبة بره كتير فبالتالي عارفة انها اهم حاجة الوحدة بيع مع الفرقة دي مهمة جدا من تبقى بالتالي دي ساعدت ان البنات حتى هي تبقى قريبة منهم وهم قريبين منها بترفع من روحهم المعنوية بصوتها في الملعب بكلامها معاهم فدي ميزة موجودة فيها في العيدة دي اختيارها طبعا كان بناء على تحليل لها للسنوات اللي فاتت في المنشط بتاعتها وآخر منشط لها والكابتن ابراهيم قرر نحنا نجدها على أساس انها ان شاء الله هتكون مفيدة جدا في الفترة اللي جاية معنا ان شاء الله مع الولاد خبراتها اللي بتدخلها للبنات الموجودين معها وفي نفس الوقت لمهرتها العالية اللي عبئتها صحيح طيب بمناسبة الفترة اللي جاية او كدعوا على الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية ان شاء الله بتحمل ايه من المنافسات وكيفية الاستعداد للمنافسات دي هتكون عاملة ازاي؟ الفترة الجاية ان شاء الله يعني احنا عندنا الدوري والكاس ماشيين مع بعض يعني بنلعب مارشات دوري ومارشات كاس عندنا فيه بطلطة الامم الافريقية اللي اتفغانة قاكرة فده هيوقف برضو المباريات لحد من يوم اظن 11 لحد يوم 23 أو 22 ثلاثة الفترة دي عندنا جزء لان اغلب المنتخب فيه ستة في المنتخب من بنات الاهلي فطبعا اكيد هيروح وهيكرا هيبقى نصها بنحاول نظبط احنا بقى المواضيع بين الاثنين دول عشان قطر نقدر نواعم الدنيا كلها عشان نقدر يعني انت ما يبقى عنك اللعيبة مدة طويلة زي دي وقدين يرجعوا المسافة الصغيرة عشان نلعب بداية الدوري او دور الكمانية او دور قبل نهاء الدوري او دور قبل نهاء الكاس فطبعا دي الحتة اللي بنحاول ان احنا نعالجها يعني مع كابتن طعم رابين فخر الدين بنقدر نواعم المواضيع دي رائع جدا كابتن محمود كل التوفيق ولازم لما يكون عندنا اداء رائع بجد والشغل ومجهود بيبذل لازم نقول فعلا شكرا وبالتوفيق للجاي وفعلا اسعدتونا بالامس شكرا ليك جدا كابتن محمود الوزير ترجمة نانسي قنقر